خليني أبدأ معاك بآخر حاجة حصلت هو مباراة الترجي ودور واقل جمعة أو دور المحلل الأول وبعد كده دور واقل جمعة اللي غير الدفة تماماً لكل الناس الحقيقة والناس حتى كل الناس أقفت لك في الوقت ده لأن أنت دايماً بتكاد في بعض الأوقات أنت بتنتقد أداء النادي الأهلي ولكن لمصلحة النادي الأهلي ولكن يوم مباراة الترجي الحقيقة أنت غيرت الناس كلها كانت راحة في اتجاه وأنت غيرت وجهة النظر تماماً هو طبعاً الموقف اللي كان حصل اليوم مباراة الأهلي كان موقف غريب على الناس أسلام تعرفت حد دولي دايماً بيغير في القوانين وبيجدد في القوانين بياخد القوانين اللي تساعد في زيادة المتعة عند المسؤولين عن الكورة فالموقف اللي حصل كان موقف غريب على الناس عارف الناس عندها بعض المصطلحات اللي هي مستحيل تتغير اللي هو يقولك العقوبة السلسية والعقوبة السنائية فكلام غريب يعني فالموقف كان واضح طبعاً جداً جداً وصريح جداً في الأزمة اللي حصلت أزمة الطرد لعبة طاهر محمد طاهر اللي انفرد بيها بالمرمة وجاء مدافع التراجي حصلت عرقلة ثم تكملت العرقلة بالمسك باليد فالقانون كان واضح وصريح إن المدافع لو عمل كده في حالة الانفراد فالحمد الله الواحد انت مذكر الحاجات دي يعني الحاجات دي مرت علينا وبرضو وإحنا في القاعدين بنتفرج على المباراة لما الموقف حصل بعض الناس المحبين الناس البرضو أمدوني بالفيديو اللي أنا عرضته في المباراة نفسها بعد هذه المباراة اللقطة الشبيهة بالضبط بلعبة طاهر محمد طاهر اللي هي كانت لقطة ديفيد لويز مع محرز نفس اللعبة في نفس التطبيق القانون فده اللي حصل فانا الواحد في الحق دايما لو على النادي الأهلي أنا هقول على النادي الأهلي حصل كذا 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 فاللعبة كانت واضحة اللي دايقني إن طبعا كل واحد بأهوائه وبانتماؤه بيحاول إنه هو يفصل القانون على مزاجه فطبعا اللعبة كانت واضحة وأنا جبت حق النادي الأهلي في النقطة دي يعني أنا مش لو ضد النادي الأهلي كان ممكن أن أنا أقول الموضوع كذا 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 وزي ما حصل يعني فموقف عدة وده بيحصل أنه واحد ممكن يبقى على الهوى إنما الموضوع ما فيهوش تعمد إساءة لحد ولا تعمد إساءة للنادي الأهلي يعني أنا أولا طبعا ما نسمحش بأي إساءة للنادي الأهلي في أي مكان وفي أي زمان وفي أي قناة إنما الناس كلها بتكتهد يعني كل واحد بيكتهد من عنده ويقول رأيه الشخصي بعيد عن الانتماء إنما يعني كلهم زملاء أفاضل محترمين ما كانش فيهم حد متعمد إن هو يسيء أو ينتقس من حق الندي الأهلي قد تكون عدم معرفة مثلا بقانومة بتاع حاجة كده عدم معرفة أو رؤية هو شايفها من وجهة نظره صح إنما هي غلطة بس في الوقت ده تحديد أنا كابتن وقيل أنت كنت دايما يعني أنت غيرت الدفة يعني الدفة كتلاحها في اتجاه تاني وانت فاهم قصدي أن كل الناس كنت بتقول آه ممكن تتحسل في راكل الجزاء ولكن الطرد ما كانش يعني لازم يبقى موجود إنت اللي غيرت الدفة اللي أنا قلتولك في العقوبة السلسية أنا عجبني جدا قرار الحكم إنه هو راح للبار وراح شاف اللعبة أكتر من مرة هو عارف إن القرار اللي هو حسبه سليم آه ضربة الجزاء هو راح يتأكد اللعبة فيها طرد ولا لا فدايبان من التعمد وده اللي عمله المدافع في اللعبة يا إسلام إنه هو حط إيده على كتف الطاهر وعطله متعمد فهنا وجب الطرد على المدافع وده النقطة اللي يعني الناس كانت عايزة تهرب منها بالاعتراض على الطرد إنما هو القرار كان سليم من الحكم جدا مية في المية وده فيدة الفار اللي احنا تكلمنا فيها كتير جدا وأنا شوف إنه هو الفار بي دايما بيحمي يعني بيحمي العدالة وبينقذ الكورة أنا وجد نظري حتى لو فيها تعطيل وفيها تأخير في بعض الوقت في القرارات إنما أنا المرارة بتاعة الظلم يا إسلام وإحنا عشناها كتير جدا بتبقى أشد على لعيب الكورة وعلى مسؤول الكورة إن فريق يقعد يستعد الابتولات لمدة سنوات طويلة جدا ويروح في ظلم حكم إنما القرار لما الحكم يرجع للفار فأنا شوف إنه هو قرار منصف جدا جدا وقرار عادل وقرار حفظ حقوق كتير جدا وأنا عرف ناس من اللي كانت معترضة على الفار في البداية دلوقتي بيشيدوا بالقرار وبيشيدوا بتجربة الفار وتطبيقها مع الكورة ومع التكرار تحسن التطبيق الفعلي للفار قل زمن التوقف الكورة فأنا شوف إنه هو كانت من أفضل قرارات اللي اتخذت في تاريخ الكورة ترجمة نانسي قنقر